السلام عليكم ومرحبا بكم في عنا الطبخ ليلة وصفتنا ديال اليوم شاء الله هدي تكون عبارة الكيكة بجوش ديال الطبعات كدجي لديدة بزاف مكونات جد بساط كيف غادي نتوفو معايا والاهم انها سهلة في التحضير اه كنتم لنا هاد الوصفة هاديتنا اللي اعجابكم وتجربوها ما تنسوا تشاركو في العنات كدليك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد خليكم تابوا معايا مكونات مع طريقة التحضير احبوها رديم دعو البركات تلاه بالطبع على اللولى اللي غادي نحساجو فيها عندي هنا كاس دي السكر صانيدة كيف كتشوفو قاس دي الانبا قادي نخوية في هذا الاناق أو هذا المول اللي غادي نطيف فيه ك كادية سوف نضع كراميل كيف تشاهدون الكراميل سوف يدب تماما سوف يدب سوف نحرك سوف نضع كراميل سوف نضع كراميل سوف نضع ايضا بشكل كريم سوف نضعه نضعه إلى الجنب من وجود طبقة الثانية ثلاثة أصفارة البيض نحتاج كيسان عنباء الحليب بودرة نصف كاس السكر سانيدة بالنسبة للحليب بودرة نصف الماء وفاني هذه هي المكونات التي نحتاج إلى طريقة التحضير في إناء نضيف الماء نضيف فاني سكر سانيدة والحليب بودرة نحرك كل شيء مزيان نضيف الماء نضيف الماء حبيبات بالzewر بأسان نضيف أصفار omas نضيف أصفار كم هذه الأصفار نضيف أصفار الكس determine هذا سوف نحرب كل شيء جيد سوف نقوم بشكل جيد ممكن ان تضيف بلستيقية و تكتبوا عليها كدلك ما يحال من أبيض البيض و تضيفها في المجميل هذا صفر وصفر بيض يخلق جيد كيف ترون الكراميل في الحجم سوف نقوم بخلط الخلط عندما نتأكد انه مخلط إذا ستواجهكم كبيرة السمك ديالها كبير سوف نقوم بخلط المول أصغر من هذا سوف نقوم بخلط المول سوف نقوم بخلط عندما نتزول الثالثة والاخيرة ربعة البيضاط ق возмض 8قام بسكويت بالشوكولات اي بسكويت مصفر نس كاس السكر سندة او سكر الخشنة تقريبا 75 جرام حمارة 8 جرام نحتاج كاس الطائع كاس الحليب و 4 كاس الزيت المكونات اللي نحتاج لطريقة التحضير اول حاجة ناخد البيض البيض الليب عليها من طبعة اللوء الثانية ونفصل مرة اخرى البيض على الصفر البيض نضيفه البيض والصفر نضيفه هنا ونضيفه هدو حبيسة ديال الملحة 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 اضع البيض اضع البيض على الجنب اضع البيض اضع البيض اضع البيض اضع البيض اضع البيض اضع مزيت اضع البيض اضع البيض اضع البيض هادي نضيف مرقة كبيرة دي الخل او لا عصارة الحامض. هادي نضيف مرقة كبيرة. هادي نضيف مرقة كبيرة. هادي نضيف مرقة كبيرة. هادي نضيف مرقة كبيرة. هادي نضيف مرقة كبيرة بضع الطعام. هادي نضيفيه الخالط دي الأصفرط في البيض. هادي نضيفه نضيف دائماً بنفس التجاه. ثم نضيف الخليط البيض 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 بالنسبة للبيسكويت سوف نحلو الهجوج بحال هكا نحيد الكريم اللي كتكون مصدو ناخد غير البيسكويت ناخد غير البيسكويت ناخد غير البيسكويت ناخد غير البيسكويت نحن لم يجب أنه يكون مصدوه بحال دقائق يعني يكون مصدوه بحال دقائق ناخد غير البيسكويت انا قمت بحال دقائق بحال دقائق قمت بحال دقائق نضيف الخالد نحرك في نفس التيجة قمت بحال دقائق قمت بحال دقائق نضيف الخالط الأول بسم الله كيف ترونها كيف ترونها تأخذ ثلاثة قمت بحال دقائق و هناك طيب نحن نخلق بحال دقائق ندخلها الفران قمت بحال درجة يكون مرتفع سننتقلها عارضة 1 ساعة لنخرجها نرى كيف ترتبط الآن بعد أن ترتبط قمت بحالة قمت بحالة تمت بحالة سوف نضيف المصفل سوف نضيف المصفل سوف نحيطها من المول سوف نضيف المصفل 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 ستبكم يلون نهاية الى ايدي انا كيف تشاهدوا كيف تجيبوك تشكل كيف تجيبوه كيف تجيبوك تشكل كيف تجيبوك تشكيل كيف تجيبوك تجيبوك وكيف تجيبوك تشيشة كثيف كنتم منها اوصفاتنا ديال اليوم اطناع الإعجابكم وتجربوه بتنسى وشاركو في الاعناتك دالي اضغطوا على الجرس بص يوصلكم من جديد خليكم انطلعو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة